الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات عقد النكاح هو أحد العقود التي أمر الله بالوفاء بها كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فعقد النكاح عقد ذو شأن كبير ولذا وصفه الله بأنه ميثاق وأن هذا الميثاق ميثاق غليظ قال جل وعلا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إنه ميثاق وأي ميثاق ميثاق يقوم بسببه البيت فيه غض البصر وتحصين الفر وحصول الولد وسكون النفس وطمأنينتها وجاء في السنة تعظيم هذا العقود وأن الشروط المشروطة فيه يجب الوفاء بها ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروط وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا العقود يستحل بكلمة الله يقول عليه الصلاة والسلام في حق النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ شacio سبق النساء زاج Marion كل票 لديه ويلروح وثبت ركرت ويزنطم بخoughing الله سُطْنا نimagin بذي قد de respecter nos contrats et de mettre en pratique nos engagements Et à第一 سبحانه وتعالى اوه letter remplissez fidèlement vos engagements remplissez vos engagements et ne les trahissez pas Quant au contrat de mariage c'est un contrat extrêmement important au point qu'Allah سبحانه وتعالى ي%قل الى القرن هم في الامتعاب كم يقوله الدرس 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 من وضعه من قد تحقيقها تحقيقه من القدر وانه مجرد وانه مجرد يحقيق على جائق المسلمات وانه مجرد وانه مجرد أحد مجرد أيضاً مجرد تحقيقات في المطاف Et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam Est-elle aussi venue appuyer ce sujet Pour montrer l'immense importance de ce contrat de mariage Qu'il faut absolument tenir Ses engagements qu'il faut absolument respecter Il dit sallallahu alayhi wa sallam Les conditions sur lesquelles vous vous êtes engagés Et que vous devez absolument tenir أو مهارة أكثر من خلوله سوى الموضوع المقام للتقام ويحبت للمتالج العقل المخلص بيجانب وقال النهاية والله السلام قاله وقالوا في الناس إنها قلت تقالوا بروسكين من الله Et vous avez la partie génétale Vous vous êtes licite par la parole d'Allah سبحانه وتعالى أيها المسلمون إن الواجب على الرجل وعلى المرأة جميعا تقوى الله ورعاية هذا العقد والاهتمام به وهذا العقد سبب استمراره ودوامه التعامل بالمعروف قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فمتى قام الزوج بواجبه وقامت الزوجة بواجبها فعند ذلك سعادة البيت والأولاد وإنما يتعكر الصف هذه الأمور عندما يعطل الرجل شيئا من الواجب عليه وعندما تضعف المرأة عن القيام بما يجب عليها فإذا حصل من أحد الزوجين تقصير في الواجب وعدم القيام به فذلك مشكلة قد تسبب اللجوء إلى الطلاق والمطلوب من الرجل أن يكون ذا صبر وذا تحمل لكل الأمور وأن لا يكون ذا عجلة في هذا الشأن بل التوري والتأني في هذا الأمر هو المطلوب ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته فاستوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يغضب مؤمن من مؤمنة إن كره منها شيئا أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر حسا للرجل على الصبر والتحمل وعدم التعجل في هذا الشأن فإن المطلوب من الرجل أن يكون ذا صبر وحلم وأناه والله تبارك وتعالى يقول فعسى أن تكرروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى خلق تكرهه لكن عواقبه حميدة وأخلاق غير ذلك فشيء كرهته عوضه أشياء تحبها ويجعل الله العاقبة الحميدة سأشياء المسلمين المسلمين ويجعله لهم ويجعلهات أكبر الله ويجعله أكبر الله هذه الهدوات، هذه الهدوات، هذه التعارة، هذه التعارة، هذه الوصولات التي يحدثت، هذه العلاق إن كانت تقرير من قبل، بخير، التي تتحقق من المال، الله سبحانه وتعالى يقول أنها تتحقق بفضل المجال أنها تحقق مع بالنعمة icar tant que l'homme et tant qu'il est maje twitter accompli ses devoirs vis-à-vis de son épouse et tant que l'épouse accompli ses devoirs vis-à-vis de son mari cela n'aura que n'aura pour conséquence qu'une vie joyeuse et heureuse et un contrat de mariage qui durera jusqu'à ce que l'un des époux qui se bat monte ولوه بعضنا أن تحدثون موجود في الىصائق به كبير قد أن يكون الحالة وما يثبون في المشكل كبيرا الأرض من هذا الموجود الذي يتوضحه كأنه هم أصبحت beenهeu أساسية وخضره وناسبت كبيرا الأرض المشكل الثلاغة أصبحت هناك شفاف يتسير داء مجل من الأرض يجب أن يفعى مفيدة لها يجب أن يزاله لا يزاله قبل انه مضعاق لأنه يجب أن يجب أن يكون كله وأنه يجب أن يجب أن يجب أن يكون لديك ومعه يجب أن يجب أن تكون وخشوري وقت أن يجب أن يتمر فيه سنقل المسطن صلى الله عليه وسلم يقول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 والله جل وعلا بحكمته ارشد الزوجين قبل الاقدام على الطلاق بامور فان خاف الزوج من امراته نشوزا ارشده الله تعالى الى الموعظة والهجران كما قال تعالى فعظوهن وقال تعالى وهجروهن في المضاجع والتأذيب الذي يمكن ان يحصل حتى لا تكون الفرقة وامر ببعث حكمين بينهما ينظران في امر اجتماعهما او افتراقهما كل ذلك حتى لا يلجأ الى الطلاق حتى لا يضطر الى الطلاق ويلجأ اليه ايها المسلمون ان مشكلة الطلاق في المجتمع المسلم مشكلة عظيمة تحتاج من المسلمين الى السعي في حلها مشكلة طلاق المرأة ومفارقة الرجل امرأته لاتفه الاسباب احيانا ولامور لا تقوى لذلك لكنها العجلة الزائدة فلو تأمل المسلم التأمل الصحيح ما نتائج هذا الطلاق على نفسه ما نتائجه على الولد من بنين وبنات لايقن ان هذه المشكلة لو تحمل الامور وصبر على الاذى لكان ايسر له من ذلك ولا شك ان النساء ان في النساء من لا تحسن المعاملة او من تقصر في الواجب او نحو ذلك لكن لايس هذا بمجرده مبرردن لأن نتخذ الطلاق حل لنا في مشاكلنا سبحانه وتعالى لا تحسن المعاملة تحسن المعاملة تحسن المعاملة تحسن المعاملة سبحانه وتعالى تحسن المعاملة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تحسن المعاملة 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 Ne se précipite pas à prononcer le terme dej swinging. Car malheureusement c'est un terme qui est de plus en plus souvent utilisé Beaucoup même l'utilisent pour s'amuser en disant attention si tu fais telle ou telle chose, je te divorce. Et le prophet sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que trois choses. La plaisanterie est égale au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des types de paroles, il y a des sujets dans lesquels la plaisanterie n'est pas prise en compte. Et parmi ces sujets, il y a le mariage, il y a le divorce et il y a la reprise du mariage. C'est-à-dire, lorsque l'homme a prononcé le divorce et qu'il désire reprendre sa femme pendant la période de vajuité, ceci est appelé en islam un raj'ah. Et lorsque tu prononces le mariage, ou lorsque tu prononces le divorce, ou lorsque tu prononces le retour de ta femme, eh bien, sache que la plaisanterie et le sérieux sont sur le même piédestal. Si tu dis à ta femme que tu divorces pour plaisanter, eh bien, sache qu'en islam ce n'est pas une plaisanterie et que ce divorce, ou l'ayat de bella, sera pris en compte et valide. Il faut donc réfléchir, avant de prononcer cette parole, et le musulman clairvoyant, le musulman posé, le musulman doué d'intelligence, est celui qui réfléchit aux conséquences, avant de prononcer une parole. As-tu réfléchi, avant d'avoir prononcé ce mot divorce, à toutes les conséquences que cela allait engendrer ? As-tu pensé au fait que tu ne seras pas marié ? As-tu pensé au destin de tes enfants ? As-tu pensé à la destruction de ta famille, à ces enfants qui seront entre le père et la mère, entre la visite tel et tel jour chez la mère, entre la visite tel et tel jour chez le père, lorsqu'il est chez la mère, elle insufflera, ou elle éduquera ses enfants, ou elle mentira, et beaucoup le font à l'ayat de bella, au sujet du père, afin que le père soit détesté chez les enfants, et le père en fera de même, qu'il dira des choses qui parfois sont vraies, mais qui ne doivent pas être dites concernant la mère, tout ça dans le simple but que la mère soit détestée chez les enfants ? As-tu pensé à toutes ces conséquences néfastes avant d'avoir prononcé cette parole ? Si tu avais réfléchi avant, tu te serais rendu compte que de patienter dans le mal, de patienter aux éventuelles persécutions, aurait été bien plus préférable que de prononcer le divorce et la séparation. Et il n'y a aucun doute que chez certaines femmes, il y a un manque, un manque vis-à-vis de leur mari, qui n'accomplisse pas leur devoir comme il se doit, mais cela, encore une fois, ne doit pas être le prétexte qui doit faire du divorce une solution à tous les problèmes. Aïeha المسلم, إن الدين الإسلام, لما شرع الطلاق لمصالح وحكم, الله جل وعلا قدرها, لم يشرع ذلك باختيار الرجل, ولم يجعل ذلك لتلاعب من يتلاعب, واستخفاف من يستخف به, ولكنه نظم أمر الطلاق نظاما عادلا, يتناقض ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام, فلقد كانوا قبل الإسلام يتلاعبون بأمر الطلاق, كأن الرجل يطلق المرأة الطلقات الكثيرة, وربما طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع, وربما مضى مئة طلقة على المرأة, يتحكم فيها بهواه, فيطلقها, فإذا قاربت إنقضاء العدة راجعها, وهكذا يستمر على ما يهوى ويريد, فجاء الإسلام, فضيق ذلك, وجعل للطلاق عددا محدودا, حرم على المسلم تجاوزا, الطلاق مرتان, فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان, فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه, كما قال جل وعلا, فإن طلقها يعني الثالثة, فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, كما جاء في السنة تحريم جمع الثلاث, الثلاث في لفظ واحد, لما طلق رجل امرأته ثلاثا, غضب النبي صلى الله عليه وسلم, وقال أيلعب بكتاب الله, وأنا بين أظهركم, حتى قال رجل أقتله يا رسول الله, ساكم بمعروف أو تسريح بإحسانه، وقال أخبر الله سبحانه وتعالى، أخبر الله سبحانه وتعالى، وقال أخبر الله سبحانه وتحالى، قبل أهركم, ومن المستخدمين إلي المقاطع التي كانت تقموض أيضاً سهلياً عندما أعرف من الواقع المعابة من الواقع سيئلسة عميزة بديوماً أمم يطررر بعضها فنة إلا رأيماً حين أنه يطررر بعضها فنة ثم يطررره ثم يطرررع ومن الضواج إلى مانتقال على يهو لتكن التنية لتحصل الى الرشالة في المثل الى الرشرة بالنترية والأسرطة ورطة بعض الحقيقة بعض الحقيقة بيومية بعض الأشخاص يجب إشاره لم يواجه في الحقيقة في الدوائل ثم يجب أن يرى عليك بناء ماني الإسم الذي يأتي بابل هذه الارتحاتك وتقارد للتفاق وقال نديد أن يستطيع فعله الله سبحانه وتعالى في القرن المحرقة محرقة فقط أكبر سواء وإنكتب مع المحرقة أو لفشاعة أو لفشاعة وديد أن تقلص الله عزا و جل A limiter le nombre de divorces à deux L'homme a le droit de divorcer une fois Et de récupérer sa femme Puis de divorcer deux fois Une deuxième fois Et de récupérer son épouse Mais lorsqu'il a un divorce Une troisième fois Allah subhanahu wa ta'ala a dit Et s'il divorce avec elle C'est à dire une troisième fois Alors Elle ne sera plus licite Tant qu'elle n'aura pas épousé un autre لانها اوبصان لا يبدو لنتقاني ودوء Que le Prophète صلى الله عليه وسلم Est venu interdire Le divorce A trois reprises Prononcé dans une seule assise Lorsqu'un homme a divorcé de sa femme A divorcé trois fois de sa femme En une seule fois Le Prophète صلى الله عليه وسلم S'est énervé et a dit Joutons avec le livre d'Allah Alors que je suis parmi vous Joutons avec le livre d'Allah Alors que je suis parmi vous Au point qu'un des compagnons du prophète En voyant La réaction du prophète A dit Dois-je le tuer C'est-à-dire dois-je tuer cet homme Et ceci Suite à la réaction forte Et à cette parole très forte du prophète Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Aqulu qawli hada wa astaghfirullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون للأسف الشديد أن بعض الرجال يسيئون التعامل مع المرأة ويلحقون الضرر والأذى بها ويسعون في جعل الطلاق ضررا يلحقه بالمرأة والطلاق يجب أن يكون بإحسان الله جل وعلا يقول فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لو فكر الرجل التفكر الصحيح قبل أن يقدم على ما يقدم عليه وأصلح الأخطاء إن كان منه خطأ وعالج وضع الزوجة وأخطاءها إن كان منها خطأ واستشار واستخار الله وفكر في الموضوع التفكير الصحيح الدال على التعقل والتروي لكان الأمر يسيرا لكن المصيبة أن يجعل الطلاق أولا وقبل كل شيء ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يندم ويتأسف ويبحث هل له مخرج من هذه المضائق إنه ندم لا ينفع أحيانا فالواجب التأمل والتروي والتعقل في الأمور والموازنة بين الحاضر والمستقبل ودراسة الوضعي دراسة طيبة دراسة متعقلة متعنية ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك اشتركوا في القناة 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 فهذا سنت Pascal فهذا سيطرة أفضل إلى جيد جيدة لكم يفتعى أنه أ أن تنسعarle تنسعون بسعود أن تقوم بالنسبة أن تخيل بسعود أن تخيل بسعود ان تخيلوا بالنسبة لله كما جلت ذك الأولى وَلَا تَانْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَنَنْسَوَ الْفَيْنَ كَيْنَكُمْ Ne غيرتك لا تتعرف اذا في مال على صفحة في العشق لك. وذلك لا تعترف الوضع من ذلك. فهل هناك، في هذه شرارة لا تتعرف على صفحة رجاءه و بل أو أسفحة مال على صفحة. و تتعرف في روجة لم تهاجة كل ما هي المفتح. وذلك في مال على صفحة من ذلك، للتعرف الشبس بل زوجك من ذلك. في عدد و في عدد من يجبه على سيده لتعطيه على جهود كله وكله يجبه تمتلك هذا هو مهار كبير لما يجب أن يكون كله مجبوده على الله سبحانه وتعالى ثم علموا أيها المسلمون أن عدو الله إبليس يستغلوا رضب المسلم فيوقيعه في المكرور يزين له الطلاق ليظن أن الطلاق هو الذي يخلص من المشاكل وأن الطلاق هو الذي ينهي النزاع وأن الطلاق هو وهو الطلاق أيها المسلمون هدم لهذا العقد لا يلجو إليه إلا إذا تعذرت كل وسيلة ممكنة في التحام الزوجين وتعاونهما ومتى أمكنك إبقاء هذا العقد وتحمل بعض الأمور فذاك خير لك إن من يزين لك الطلاق امرأتك ويحسنه لك اعلم أنه شيطان ضدك في أحوالك وإلا فالمسلم يسعى في التوفيق والتأليف لا في الفرقة والإبعاد وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث جنوده في الخلق فيأتيه آت منهم فيقول ماذا فعلت قال ما زلت بفلان حتى عق أمه وأباه قال يعني الشيطان ما فعلت شيئا يشك أن يبر أباه وأمه ويأتيه الآخر ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين رحمه قال ما فعلت شيئا يشك أن يعود إليهم ويأتيه جند آخر من جنوده فيقول ما فعلت قال ما زلت بفلان حتى طلق امرأته قال فيلتزمه فيقول أنت وأنت وأنت يعني يشجعه ويبشره بأنه سيقربه منه والعياذ بالله أعجبه فعله وتصرفه وهكذا الشيطان الجن والشياطين الإنس الذين يعينون على هذه الأمور ويسهلون هذه الأمور والواجب على من سمع خلافا أو شك إليه شاك من رجال أو امرأة أن يكون جوابه الحرص على التوفيق بين الزوجين وجمع كلمتهما وتحذيرهما من الطلاق ما لم تدعو إليه حاجة قصوى ومتى أمكن التحام الزوجين واستمرار حياتهما وإزالة كل الأخطى فذلك هو الأولى والأتقى sachez que l'ennemi d'Allah Iblis que la malédiction d'Allah soit sur lui profite de l'état d'énervement du croyant pour le faire tomber dans le mal il profite de cet état d'énervement pour embellir aux musulmans le divorce et lui faire croire que le divorce est la solution à tous les problèmes et que le divorce est la seule issue qui lui permettra d'être tranquille et de ne plus avoir de soucis à se faire sachez que le divorce est la destruction du contrat de mariage et qu'on doit, comme je l'ai dit recourir à cet ultime recours que lorsque toutes les solutions possibles et inimaginables aient été essayées et testées et lorsque tu trouves ne serait-ce qu'une lueur d'espoir pour sauvegarder ton couple n'hésite pas à la saisir et sache que tous ceux qui t'en bénissent le divorcent avec ton épouse sache que tous ceux qui en bénissent le divorcent avec ton épouse et qui te conseillent et qui te poussent à divorcer avec ton épouse sache que ce sont des diables qui sont contre toi quant au musulman il accourt toujours vers le rassemblement il met en oeuvre tout ce qui est possible pour rassembler et pour permettre à des couples de rester unis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans un hadith authentique que le diable a disposé son trône sur l'eau et qu'il envoie ses soldats sur terre certains d'entre eux c'est à dire que ses soldats viennent et sont questionnés par le diable là comme l'a dit le professeur Hassel là me dit je n'ai cessé d'être avec un tel jusqu'à ce qu'il ait désobéi son père jusqu'à ce qu'il ait désobéi à son père et à sa mère et le diable lui a dit tu n'as rien fait il est fort probable que cette même personne soit bienfaisante envers son père et sa mère puis un autre viendra à lui et lui dira je n'ai cessé d'être avec un tel jusqu'à ce que je l'ai séparé et que j'ai réussi à rompre le lien de parenté avec les autres membres de sa famille et le diable lui dira tu n'as rien fait il est fort probable qu'il retournera un jour à eux puis un autre vient et dit je n'ai cessé d'être avec un tel jusqu'à ce qu'il ait divorcé de sa femme le diable alors le rapprochera de lui et lui dira toi 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 c'est à dire toi tu es il fera ses éloges devant le reste de ses soldats pour le vanter de cet exploit qu'il a réalisé car derrière un divorce il y a des conséquences qui sont extrêmement néfastes et que malheureusement la plupart des gens ne découvrent que lorsque l'eau a que lorsque l'eau a coulé du vase et que le retour n'est plus possible sachez donc que tous ceux qui aident parmi les diables qui font partie des djinns ou des êtres humains tous ceux qui aident au divorce sont considérés comme des diables tous ceux qui facilitent sont considérés comme des diables et il est de notre devoir lorsque quelqu'un vient se plaindre à nous que ce soit un homme ou que ce soit une femme qui se plaint de problèmes avec son époux ou avec son épouse de faire tout le possible pour que ce couple reste et perdure et que leurs paroles soient unies et de les mettre en garde contre le divorce sauf si bien sûr c'est la solution ultime nous demandons que Dieu nous demandons que Dieu nous demandons de la solution اللهم اهد شباب الإسلام اللهم اهدهم إلى طريقك اللهم اهدهم إلى طريقك اللهم اردهم إلى طريقك ردا جميلا اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه اللهم احفظهم من البلايا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه